كابتن إيهاب جلال المدير الفني لمنتخبنا الوطني استقر على طريق 3-4-3 في ودية كوريا الجنوبية إن شاء الله تشكيل العرب لهذه المواجهة هيكون كالتالي حراصة المرمى محمد الشناوي خط الدفاع عيمان أشرف وياسر إبراهيم ومحمود الوينش وعمر جابر في وسط الملعب عمر السلية ومهند لشين وعمر كبان عبد الواحد وفي خط الهجوم هيكون موجود أحمد رفعت ومصطفى محمد واحمد سيد زيزو زي ما قلت لكم كل التوفيق لرجالتنا بكرة نلعب برجولة ونلعب بإخلاص ونلعب باسم بلدنا واسمه منتخب بلدنا بعلم بلدنا اللي موجود على تشيرت كل اللاعب هيكون موجود في أرض الملعب كل الظروف وكل اللي حصل في مباراة أسروبيا الماضية خلست راحت كل الحوارات والمناقشات اللي بتحصل دلوقتي خلست وراحت أو حتى ما خلستش براحت بس احنا نبقى مركزين في الملعب جهاز فني ولعبين عشان نطلع بشكل مشرف قدام منتخب في منتغر قوة منتخب كوريا الجنوبية مش منتخب سهل ده منتخب بيستعد الكاس العالي يعني هينزل المباراة دي بتركيز شديد جدا احنا ممكن تبقى مباراة ودية بالنسبالنا وخلاص تعدي يعني بس هو بالنسباله لأ ده أنا بجرب وبجرب قوي وعايز أضمن وعايز أعرف أن أنا لما هلعب قدام فريق أفريقا ههامل إيه وهشتغل إزاي وهنجح إزاي فهيلعب المباراة دي بجدية كبيرة جدا والدليل أن الأستاذ بكرة أو النهاردة بقى خلاص هيبقى مليان مليان على آخر